السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة سارة انجليش محبوب بكم في هذا الفيديو هذا اللي غضي يكون فيه تصحيح أنتاء الامتحان ديال العلوم الإنسانية سوعدنا التكست هو هذا إذن بيرر هو واحد توريست واحد سائح ميريكاني اللي يمشى وزار المغرب مع أربعة من الأصدقاء دياله هادي هي الاستوار ديال الرحلة ديالتهم تريب هي رحلة I first visited Morocco in 1999 with a couple of friends as a self-guided tourist يعني أنا مشيت المغرب أول مرة في 1999 مع جوش الأصدقاء ديالي كself-guided tourist يعني إحنا كنقديو ريوسنا ماشي شي جيد لي متكلف بنا ولكن نحنا لي جيدنا نفسنا We both plane tickets and went from place to place يعني شرينا التكت ديال الطائرة ومشينا من بلاسة لبلسة We made daily decisions about where to go with help from a guidebox like a lonely planet Our primary goal was to encounter people and learn about their culture يعني primary يعني أول يعني الهدف اللول ديالنا كان أنحنا encounter هو أنحنا نطلقهم عن ناس and learn about their culture ونتعلموا شي حاجة على الكولتور ديالهم نعرفوا شي حاجة على الكولتور ديالهم During our visit we met nice people who enjoyed meeting foreigners willing to spend time with them and know about their countries إذن هنا في هدل الفيزيت ديالنا احنا طلقنا بزاف ديالناس اللي هما يمزيانين اللي كانوا مستمتعين أنهم يتلاقوا مع الأجانب willing to spend time with them وأيضا عندهم رغبة باش أنهم يدوزوا معهم الوقت ويعرفوا بزاف الحوايج على الكولتور ديالهم In the town of Tisnit في واحد بلد ديال Tisnit we were sitting in a public area يعني كنا قالسين في واحد الارية واحد المنطقة اللي هي public On a hot summer day when a young man named lahsan يعني في واحد a hot summer day يعني واحد summer هو الصيف واحد النهار في الصيف اللي كان hot اللي كان زما صهد بزاف وين a young man واحد شاب تسميته lahsan came is sat next to me جاء وقلس حدايا He began practicing his English with me يعني يبدأ كي بقاتي كل لغة الإنجليزية ديالته معايا We had been enjoyed a nice conversation for only about 15 minutes يعني كناو كانستمتعوا بدك الconversation ديالتنا اللي تقريبا في هغير 15 minutes when he invited us to his house فاش عرض علينا المنزل دياله We gratefully accepted and found ourselves among a typical Moroccan family وإذا ما أكسبتنا هديك العراضة ديالته لقينا ريوسنا بين واحد العائلة مغربية بحلقة لنا التقليدية We thought we would only be served a cup of tea يعني كنصحاب النبل اللي احنا غدي تعطانا فقط ولا غدي تمضيه فلنا فقط غير واحد كاس ديالاتاي and then leave for dinner and restaurant ومبعد مشيو انت عشاو في الrestaur We ended up sharing a huge dinner and hours of friendly atmosphere with the family يعني يوصفي في الاخر بحلقة قلتي لقينا ريوسنا باختاجينا واحد واحد dinner huge واحد العشا اللي كان كبير يعني كتير زعمة and hours of friendly atmosphere وبزاف ديالي زعر يعني مشي غير شوية الوقت اللي قلتوا قلتوا معهم لعدة ساعات يعني واحد الاتموسفير واحد اللي جو من friendly يعني كاصدقاء مع الفاملي because my american friends and I were visiting morocco for the first time يعني لانه انا والاصدقاء ديالي جينا المغرب اول مرة we were somehow astonished by the customs of eating in the moroccan family كنا astonished يعني كنا متفاجئين بدوك الكوستمز of eating in the moroccan family يعني بحالة قلتين تقاليد ديالهم في المكلة كيبش كيكلوا الطريقة المكلة ديالتهم unlike in america يعني مشي بحالة american eating with your hands is a time honored tradition in morocco if you ever have a chance to visit this country يعني لا مشي نهار جاتك واحد الفرصة باش انك تجيل هاد دولة هادي eat with your right hand كل بلدك اللي من ايه using the thumb دير ذاك اللي الموين بك صبال كبير استعمال صبال كبير and the two first fingers وذو كجوش صبع اللي تابعنهم كمضان كلكم عارفين كيفش كنا اكل احنا ايبلا وكان شرع so after the meal our host said that we should not check into the hotel and they insisted on us sleeping at their home even after we refused multiple times يعني من بعد ديك اللي وجبة ديتنا the hostels hostels هم دوك الناس اللي استادفونا said قالوا لنا باللي خاص ما خاصناش نمشي ونشوز عموا نتسجلوا في شي اوتيل وانسي استوعلين يعني اكدوا لنا اننا اننا سويتم في المنزل ديالهم وخاحنا يا رفضنا بزاف زيال خطرات finally اخيرا we accepted their kind offer يعني acceptنا داك اللوفخ داك الطلب ديالهم داك اللوفخ ديالهم داك العرض ديالهم شي الطلب العرض ديالهم اللي هو يا kind بحلق لنا لطيف the five of us يعني احنا كنا خمسة stay in the night sleeping in the main room of the house يعني احنا كنا بخمسة نعسنا في داك المين روم يعني المنزل اللي هو يا السلسي في البيت this same scenario was repeated several times all over Morocco يعني هات سيناريو هدا تعوج حال من خطرة في المغرب big city in big cities like marrakesh and fest as well as in smaller towns يعني في ال city يعني في المدن اللي هما يكبار بحل مراك شوفه وايضا في البلدان البلدات اللي هما يصغورين we were always treated with great kindness and hospitality as our houses offered us food and housing يعني كنا دائما كي تعملوا معنا بواحد الكاين نس بواحد لطافة وبحد ديافة as our houses offered يعني دائما كانوا كيعتونا الأكل وهاوسين حوسين هو بحلقة اللي تدنيت الضيافة يعني كيستطفوهم في الضار عندهم those offering those offerings were usually so insistent that we gave in and were humble to watch moroccan families treat us like kings يعني هذو كل offers اللي كانوا كيقولوا لنا نحنا نجيه وممكن باتوا عندهم ونجلسوا عندهم ونجلوا عندهم يعني هذو كل زوف خديلهم يعني هذو كل زوف خديلهم يعني نحنا دائما كان انستيو يعني نحنا بحلقة كييرفضوا في الأول كيانستو ولكن الأخرين كيأكدوا عليهم باش يبقاوا وصف بحلقة كيستسلموا وكانوا بحلقة كيستسلموا وكانوا بحلقة كي مبهورين يعني فاش مشيت للمغرب كتوريست كسائحة كنت كنقلب لواحد التغيير في الحياة الشخصية ديالي واحد لمغامرة جديدة فالتبقى مي فرست في 1999 يعني من بعد هذيك الفيسيت ديالي في 2002 ايبقى مي باكس ويتورن تمروكو يعني جمعت الحقائب ديالي ومشيت عودتان ورجعت للمغرب تعتقد ان ايبقى ارابيك فورا ويل يعني كنت على حساب تفكر ديالي انا غمشي نقرف فقط اللغة العربية من واحد الوقت I finally stayed for seven years وقلست مسلا سنين First working at a language school اول حاجة خدم في language school وما ادرسة ديالت اللغة and later setting up and running my own business يعني اني صافي درت بديت واحدة البزنس ديالي انا يا working with foreigners يعني كنخدم مع الاجانب who were doing business in Morocco اللي كيديروا البزنس ديالهم في المغرب تمارين الاول Answer the questions How did Peter travel on his first visit to Morocco كيفاش صافر Peter and his friends By plane مشوا بالطيار Where did Peter and his friends spend their night in Tiznid فين دوزوا وفين قضاوا الليلة ديالتهم في Tiznid In Lasson's house Three What did Peter and his friends like about Morocco أش نعجبهم في المغرب The kindness and hospitality of Moroccan people يعني كاينس لطافة والضيافة ديالتهم وحسن الضيافة ديال المغاربة Where did Peter first work in Morocco فين فين خدم اول مرة في المغرب In a language school Are these statements true or false and justify ودائما justification كناخده من نص الجملة أو لشبه الجملة اللي خلتني نعرف أن هالجملة هذي عندي صحيحة أو خطأ Peter and his friends visited Morocco with the help of a tourist guide يعني Peter والأصدقاء دياله مشاو زاروا المغرب وحد المساعدة ديال وحد لوجيد خطأ لأنهم قالوا لك مشاو as a self-guided tourist لحسن انفيتد Peter and his friends to have dinner at a local restaurant يعني عرض عليهم باش يمشيوا ويكلوا واحد العشاء في a restaurant وهنا it's false we ended up sharing a huge dinner تقدروا تديروا ذاك الجملة اللي قبل منها فاشا قال لك أنهم عاية أنه he invited us to our house ولكن الجملة بالضبط اللي كاتأكد يعني قد رحت بالكم صحيحة حتى هي ولكن هذي بالضبط اللي كاتأكد انهم قلسوا وكلوا واحد الغضاء اللي أشاه في الدار عنده Peter worked with Moroccan businessman it's false he was working with foreigners who were doing business in Morocco إذا أنا عندي working with تكشي اللي كان في النص working with foreigners يعني مشي Moroccan businessman foreigners الأجانب اللي كيديرو البزنس جيلهم في المغرب يعني مشي مغاربة هما هوما foreigners أجانب complete the following sentences Peter and his friends visited Morocco in order to يعني مشاوا زاروا المغرب من أجل ماذا in order to encounter people and learn about their culture باش أنهم يتلاقوا بالنس ويعرفوا شي حاجة تعلموا شي حاجة على الكولتور والثقافة ديالتهم when Peter returned to Morocco his first plan was يعني فاش رجع للمغرب Peter أول plan جيلو كان to study Arabic for a while when eating with a Moroccan family فاشتبغيت ها كل زعما مع واحد العائلة مغربية Peter advises you Peter كي نصحك باش to eat with your right hand using thumb and the first two fingers find in the text words which means the same as people from other countries هما يفورينرز الناس اللي داروا توريست نقدر نقول لكم possible للا تلقيتم عاشي أستاذ نقدر نحسبها لكم صحيحة ولكن علاش لأنه دائما نقول لكم أنه لفورم ديال الكلمة اللي كيعطوكم أو للا الإكسپرشن اللي كيعطوكم راح كنقلبوه على نفسها نفس لفورم اللي كنقلبوه أنا في النص إذا هنا عندكم people from other countries people ماشي شخص واحد people راح مجموعة من الناس راح جمع إذا ما التوريست اللي عندكم تم عندكم توريست مفرد ما عندكمش توريست اس في الأخر يعني عندكم مفرد وفورينرز راح هما يقمج جمع إذا أجانب ماشي توريست surprise هي astonished تهي كما كتلاحظ راح أدى في الأخر starting starting is in the ing form إذن خاص نقلب على ing form لهي setting up starting هي تبدأ set up هي تبدأ هي تestablish تبدأ وحد المشروع what do the underline words refer to in the text he هو الحسن and us هو Peter and his friends language fill in the blanks with the correct words from the list solar political issues solar هي شمسية political سياسية issues مشاكل initiative مبادرة popular شي حاجم شهورة sharing هي الباختاج living حالكة العيش technology شرحة رساء young people should take the for a better feeder خاصوا ياخدوا المبادرة باش من أجل واحد الفيوتر اللي هو أفضل we are all concerned about environmental we should take pollution and global warming seriously يعني كلنا مقلقين أو لا مهتمين بالenvironmental issues بالمشاكل اللي عندها علاقة بالبيئة we should take pollution يعني pollution هو التلوت يعني خاصنا ناخدوا هات التلوت و global warming seriously يعني بجدية gaming has become the most past time activity for young people nowadays يعني هاد الأيام gaming ولا أكتر past time activity يعني واحد نشاط اللي كتدوز به الوقت أكتر واحد فيهم شعبية أو لمعروف local associations are doing a lot of work to improve the living condition يعني الظروف العيشة هي living condition conditions put the words in brackets in the correct form building more schools schools in rural areas will contribute to the empowerment of women number two social media may have a harm effect on kids harmful effect عليش درنا harmful لإنحنا محتاجين واحد الادجكتف يعني عندي كلمة بين قوسين وعندي effect يعني effect وتأثير على الأطفال ولكن أشمل نوع دي التأثير غدي كون harmful re-write the following sentences as indicated could you please give me or give more information about the project asked the journalist the journalist asked the minister to give more information about the project إذن هاد الجملة هاده فغيمن سهلا لإنه أصلا في reported speech في كيكون عندكم comments بحل requests advice etc كتكون انتما كتكتبوا to plus the verb and the infinitive وكتكملوا الجملة ديتكم إذا could please وتكشي ما كنديروش لإن could you please is just an expression باش نديرو request إذن كان حيدو expression تا request إلا عندكم advice كتحيدو expression ديال advice وكتديرو وتبعوها الverb في infinitive أولا بالنسبة اللي دارو the journalist asked the minister if he could give more information about the project حتى هي صحيحة this school offers students interesting activities students are offered interesting activities هنا الverb تبي ديالي هنا عندي passive voice ودائما تنقول لكم أن passive voice بدون الverb تبي لا ما كيسواش passive voice كيسواش حاجة أخرى ما كيناش باللغة الإنجليزية إذن الverb تبي ديالي دائما كنديرو في sentence ديال passive voice وكان فاش كنحطو وكان بغي نصرفو فاش كان بغي نصرفو كنشوف tense متاع هد الverb اللي عندي هد offers وانا كنشرحت لكم كتلكم من فرضو ما فهمتيش عندك فاش كتكون as أولا فاش كيكون الverb بدون as كيكون هو محطوط غير بحدو ركيكون عندك simple present إذن الverb تبي ديالي غدي يكون simple present غيكون يا إما is يا إما are باش غدي نعرف غدي نشوف هد الوبجت اللي بدي اللي يبه واش singular واش مفرد أو إلا كان مفرد غدي ندير is إلا كان جمع غدي ندير are إذن أنا هنا عندي students كينا s s هي باش نعرف الجمع s يعني عندي مفرد عندي جمع غدي ندير are و offer راه هو regular verb باش نرضو ال past participle و نضيف لها أد صاف يو نكمل interesting activities ما كيلا لاش نقول باي this school لأن كيف دايما تنقول لكم السبب علش درنا passive voice أن نحنا we don't care about the subject مشي شغل نف ديك المدرسة شغل نف شنو كيد دا التلاميذ ثري فريد ريسيف the invitation yet he didn't attend the party يعني رسلات و لانفتاسيون ولكن مجاش الحفلة so in spite of receiving the invitation fred didn't attend the party هنا لأن inspire of كتبها noun أو كتبها ing form هنا ing form جات أسهل يعني تديروها ضغية صوبها put the verbs in brackets and the correct tense I was too late for the music concert because I not take the first bus يعني هنا عندكم تقريبا قدروا نقول عندكم جوج دي الاحتمالات واعتبرنا أنها عندنا two actions واحدة في simple past واحدة في past perfect صحيحة وأيضا leader because I didn't take the first bus حتى هي صحيحة يعني بحل لقلتي هده الجملة هدي عندها جوج دي المعاني مش معاني ولكن جوج دي اللي situation أنها تكون عندك two actions in the past one following the other the first one عندك جوج actions في past اللي بجوج هم سهل يعني action اللي لولاني كنت دي ها في past perfect اللي هي أنا لم مش في الطبي اللي ولاني action ثانية هو تعطل music concert واللي خلان نفهموها هو because لأن حتى because كان مع l-indicators دي past perfect كان because when where before and after وحتى as soon as ما كتحبتش بزاف وكان ايضا situation الاخرى هي cause and effect هدي فهذه الجملة عندي cause and effect عندي cause هو أن أنا ما خديتش طبس عندي effect I was too late وشك يكون عندي cause effect كان simple simple past ولكن جوج هم صحح number two منصف سلاوي graduated from the free university of برسلس in 1983 before he joined miracle school كان ظن أن هدي بينا حتى هي يراها had graduated لأنه عندي before عندي he joined in the simple past إذن الأخرى عندي had graduated choose the correct answer a tablet will be given to the student wins the competition مجواب who عندكم ثلاثة دي الاختيارات عندي whom who which أنا في هاد الجملة كان هدى على إنسان شخص ما كان هدرش على object ما كان هدرش على حيوان إذن which كان طير ها كي بقوا عندي جوج دي الاحتمالات يا إما whom يا إما هو دو هدرش 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 عندي person ولكن في موضع الفاعل he is the subject هو اللي دار ذاك الفعل هو اللي دار داك الاختيارات هم كندرها أيضا person شخص إنسان ولكن في موضع المفعول به يعني هو اللي استقبل الاختيار يعني داك الاختيار اللي كينف داك الverb أو اللي كيعبر هدرش هو اللي استقبل ها إذن هنا في هدل الجملة شنو عندي عندي for the student who wins the competition إذن الverb ديلي هو win the competition داك win شكل غير به the student اللي أنا كان هدر إذن هو الفاعل وأيضا بالنسبة للناس اللي ما كيفهموش مثلا الجملة مزيان possible إنك تجاوب عليها it's easy ودائما تنقول هم فش كيكون جواب هو هو and the student هو وكيتبعوا واحد personal pronoun يا إما you يا إما هي يعني كيكون ما بينجوج أشخاص هم كتكون ما بينجوج ديال الأشخاص هو كيكون قبل منها واحد الperson يقدر يكون personal pronoun يعني he she it they I etc يقدر يكون اسم يقدر يكون noun بحاله كstudent ولكن وكيتبعها verb ما كيتبعهاش personal pronoun أو لاشي حاجة هي دكسات كنعرف أني كنديره وإلا كنت بين جوج ديال الأشخاص كنديره هم I'm not really sure about the place of our meeting tomorrow أنا بالنسبة السبب الثاني اللي خلاني نحدف الامتحان مشي غير أنهم ofgay يعني السبب الأول الرئيسي هو هدك أنهم ofgay ما كانش يعني نحط في ذاك الوقت ما زال مثلا وش اللي هم الامتحانات غادي بقاف هم الحال اللي دار أجلب وخطأ وأيضا يعني كنت معا كنت كان طبي الامتحان بدرت أخطأ بدرت ما طبت شي كلمات اللي بدلوا الجواب نتع الجملة يعني كان عطا القضية هدي صرت بحال هدي I'm not really sure about the place of our meeting أنا قدرت I'm sure إذا تبدلت تماما نوصنط نتع الكلمة كين أيضا اللي ما رضيتش لبعض الكلمات في شي جمل وعطتكم أجوبة اللي شوية غتجوكم غامضين إذا ذاك لشي قلت نحدفهم ونعود فيديوهات وحدين آخرين شوية لإياه حتى نصوبهم ودكسات نعطيهم لكم يكون فيهم كل شي صحيح وما فيهش أخطاء في الكتبات وحتى شي حاجة So I'm not really sure about the place of our meeting tomorrow يعني أنا متأكد نهائيا فعلاء في البلاصة نتعت الميتين إت in the same conference room يعني تقدر تكون في الغرفة مثلا عندي might be had been must be إذن had been أصلا ما هديش نديرها must be و might be ولكن هنا ما عنديش certainty بالعكس أنا عندي هنا possibility ما متأكد ربما غدي يكون في نفس البلاصة إذن غدي ندير might be complete the following exchange appropriately can you please drive me to the airport وشتقدر تديني المطار decline Tony's request decline هي رفض والضب هي accept سوف ترفض ولكن سوف ترفض بأحد طريقة مؤذبة ما تقول لي نو هك غدي نقول مثلا I'm afraid I can't ما قدرش نمشي ندير why didn't you come to my birthday party last weekend علش ما جيجيش الحفلة العلمي لدي الوي كند الفايد يعني غدي تعتادر and give reason نعطي سبب I'm sorry I was very sick يعني اغن اختاروا الجواب صحيح هاد جوج تم هذا وهذا اللي تابعوا حتى هذا اللي قبل منه صراحة كانوا في المتناول كانوا في المتناول بالزفقع خصوصا هاد الثانيين هاد و هاد جوج نقصم نقصم the shop assistant ستقول لي oh ok that's good wow زمج شي مزيان ولا I would like to بغيت بغيت no thanks لا شكرا sorry for that إذا هنا عندي complaining complaining فاش كعتكش واحد واحد complaining فاش يقول لك واحد complaining انت كاز اعتذر منه إذا رح نجواب صحيح هو sorry for that what do you think I should study when I go to the university next year يعني شنو يعني شنو شنو كيبلك انت انا خاص ندير في university العام الجاي واش غتقول لي يعني طلب منك شنو طلب منك الرأي ديالك واش غتقول لي that's a good idea ما عادي فكرة زوينة congratulations تهانينة مالي شك تهني اللي علم sorry for that سمح لي على هد الشي علاش ما در لي حتى شي حاجة بي تعتذر sorry I have no idea سمح لي ما عندي حتى شي فكرة لا هد شي اللي كتقول إذن هذا هو الجواب الصحيح هذا هو الاخر ديال الفيديو كنتمنى أنكم الناس الأدبيين يعني ما يبقاش فيكم الحال إلا ما جاوبتوش مزيان أو ما جاوبتوش بزيان في التامارين ماشي مشكين ماشي نهاية العالم سيف غاك كنتمنا أنكم جيبوا النقاط أحسن ولكن مزيان وتنجحوا تنتم وتشدوا الباق ديالكم النقطة اللي انتو ما يبغيتوها إن شاء الله يصدر وبنسبة الناس العلميين اللي بقي عندهم امتيحان هار 2 إن شاء الله كنتمنى أنكم اللي هو غضة سو كنتمنى أنكم تاخدوا هاد الامتيحان كعبرة مشي كعبرة لأنه يعني تاخدوه بعين الاعتبار تعرفوا الاسئلة كيف تحطو لكم تفريكو تحطو اسئلة جدد ما كناش كنشوفوهم بحال ترتيب التع الديالوج ولكن عطوكم يعني الديالوج شوية سهلة واز اوكي يعني كنتمنى أيضا أنكم إلا كنتو خدمتو الناس العلميين تكون جاوبتو على اسئلة أكتر أتمنى أنه يعجبكم هاد الفيديو هذا وكيف دايما تقول لكم إلا عجبكم ما تتساوش ضغطوا على لايك وإلا كنتو جداد في القناة كيف دايما 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 تقول لكم ما تتساوش ضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل جرس باشي وصلكم الجديد إن شاء الله كيف العادة شكرا لكم عن المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر اللي سيكون على الريتين ديال هاد الدرس ديال هاد الامتيحان أولا الامتيحان لآخر الريتين دياله السلام عليكم